في الولايات عروض نظرية وتطبيقية اعتمدها المكوينون خلال فترة تكوين العدادين في إطار التحضيرات للتعداد العام للثروة الحيوانية على المستوى الوطني وتكمن أهمية هذا التكوين في تأهيل العدادين وتمكينهم من اكتساب الكفاءة المطلوبة للمشاركة في عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية وعدنا تطبيقات تطبيق على مستوى الوسطى الريفية وتطبيق على مستوى الوسطى الحضارية وتطبيق على مستوى نقاط المياه هذه نقاط المياه اقبضنا فريقين ومشيناч من الخلوات وتدربوا لطريقة الحسبة عند الحسيان وعادوا يعرفوا بس مهاناه ليحسبوا ويعرفوا الطريقة اللي أحسبوا بها ويعرفوا التعامل معه جو الريف هذا يكونناهم لما الساسا واقبضنا مميلي فريق ثاني وقسنا بها مber replay الحضارية وعلمنا الطريقة اللي يعد بها الحيوانات الموجودة مع البشر اللي استاكلها معه الموجودة في المناطق الحضارية وتوقع أن العريق إن شاء الله هو عمل جيد وجبار ومشاركت فيه جماعات كاملة وكلها بالمجهود تكوين استفاد خلاله المشاركون من تطبيقات ميدانية تمكنهم من التعرف على طرق إحصاء الثروة الحيوانية في مختلف المناطق الريفية والحضرية على مستوى ولاية أدرار التكوين كان جيد صراحة وطاقة مولي كان طاقة ممتازة وتسوع ومشاء الله نعطونا جميع الطرق اللي الله يتعذر بالعملية الإحصائية وكان فيه تطبيق مولي كان فيه تطبيق والطاقة مولي مشاء الله طاقة ممتاز مشاء الله مهندسين ومكوينين مشاء الله جيدين كان أكسنا السوق الحيوان كان تعاطي المنمين معانا مولي مشاء الله إيجابي وفهمناهم ومن هذا المنبرة مولي رأينا طالبين من المنمين لأن هذه العملية مهمة ولأنهم يتعاونوا معانا مهمة للمنمي نفسه لأنها تعاطينا رقام إحصائيات مهمة للوزارة ومهمة تعاونهم مع العدادين نظرا لما تكتسي هذه العملية من أهمية في تطوير قطاع الثروة الحيوانية يعد تعاطي المنمين مع العدادين أمرا أساسيا لنجاح عملية التعداد العام للثروة الحيوانية حجو بسويجي الموريتانية مجينة أطار